ايه هو البيتكوين النهاردة في الفيديو ده هحاول ارد على السؤال ده بطريقة مبسطة وللعايز يعرف تفاصيل اكتر بعمق عن البيتكوين والبلوكتشين وكريبتو كورنسيز والحاجات الكتيرة اللي يمكن بتسمعوا عنها في فيديو تاني اسمه what is bitcoin بالتفصيل انما النهاردة هنتكلم عن what is bitcoin من غير تفصيل بطريقة بسيطة ماشي حضرات يلا بنا اول حاجة لما نيجي نرد على السؤال العميق ده وهو سؤال صعب فعلا ايه هو البيتكوين لازم ان احنا نشبه البيتكوين بحاجة نعرفها حاجة كلنا عارفينها علشان خاطر نقدر نرد على السؤال ده لانك لو سألت ناس مختلفة ايه هو البيتكوين كل واحد فيهم هيقولك رد غير التاني وايه هو البيتكوين النهاردة غير ايه هو البيتكوين كمان سنة او اتنين او تلاتة غير ايه هو البيتكوين من عشر سنين تعالوا نبص البيتكوين تقدر تشبهه بالتليفون تليفون ده سمارت فون اوكي فالبيتكوين شبه الفون what is a phone تليفون is a device بنستعمله علشان نكوميونيكيت مع بعض علشان خاطر نتواصل مع بعض نتصل ببعض نتكلم مع بعض طيب الفون كمان هو الجهاز اللي بنستعمله ككاميرا صح بنصور فيديو بنصور صور باستخدام التليفون بتاعنا طيب التليفون ده كمان حاجة بنستعملها بنعمل بيها شوپنج بنقدر ندخل على سايتس معينة ونشتري منها حاجات التليفون ده كمان اللي بنقدر ان احنا نطلب بيه عربية اوبرت يجي تبيك مي اوب من مكان معين توصلني المكان تاني يبقى اصبح التليفون ده ما هواش بس communication device الهدف منه ان الناس تتكلم مع بعض انما اصبح كمان بيعمل حاجات تانية كتير زي الكاميرا وزي انك تطلب عربية وزي انك تشتري حاجات وتعمل شوپنج وهكذا طيب البيتكوين نفس الحاجة في المستقبل حيكون له أغراض حيكون له functions مختلفة كتير ولكن حاليا أكتر حاجة مشهورة للبيتكوين هي ان احنا نبعث فلوس money من مكان لمكان ندفع حاجة بالبيتكوين يعني حاليا أبسط تعريف للبيتكوين ان هو عبارة عن عملة عبارة عن فلوس حلو كده تمام تعالوا نتكلم النهاردة عن موضوع الفلوس عن موضوع العملة بس مع ان البيتكوين ده ممكن بحاجات تانية كتير زي التليفون كده هما هو حاجات كتير انما النهاردة هنتكلم فقط عن موضوع الفلوس يلا بينا يا حضرات بصوا معايا كده ببساطة وناخد example برضو علشان نفهم لان لما نفهم بالexample بالanalogy حاجتين شبه بعض أسهل من لما نفهم بان مجرد تديك تعريفات وحاجات تقنية وكده دلوقتي هنفترض ان انا عايز ابعث فلوس منين؟ من البنك بتاعي في أمريكا يبقى USA Bank ماشي انا عندي فلوس محطوطة في البنك بتاعي في أمريكا وعايز ابعث الفلوس دي to البنك الموجود في مصر عايز ادفع فلوس من أمريكا لحد عايش في مصر عايز احول له فلوس على البنك بتاعه طيب سهلة دي يا مستر كريم كلنا بنعملها وعادي بنحول فلوس من دولة لدولة والموضوع ما فيهوش حاجة معقدة بس حضراتكم عارفين ازاي تحويل الفلوس ده بيحصل عارفين بياخد وقت دي ايه وبيتكلف كام؟ طيب تعالوا نبص مع بعض اول حاجة الفلوس بتاعت حضرتك دي هتمشي من البنك بتاعك انت في أمريكا اوكي لبنك كبير تاني في أمريكا Big USA Bank دي كده الخطوة التانية خطوة الاولى ان الفلوس هتمشي من البنك بتاعك انت ماشي ده My Bank هتروح على بنك كبير في أمريكا بنك كده رئيسي مركزي كبير كده في أمريكا دي خطوة وبعدين البنك الكبير اللي في أمريكا ده هيبعت الفلوس لبنك تاني كبير موجود في مصر طبعا ممكن كمان يكون في خطوة في النص ويبعتوها لبنك في أوروبا مثلا نعم هيروح لبنك في مصر Big Egypt Bank خلاص ماشي بقت الفلوس موجودة عند البنك الكبير اللي في مصر ده البنك الكبير اللي في مصر ده هيقوم محول الفلوس من عنده للبنك بتاع الشخص اللي انت بتبعت له الفلوس في مصر تمام طيب الناس دي بقى البنك بتاع حضرتك ده والبنك الكبير اللي في أمريكا والبنك الكبير اللي في مصر والبنك بتاع الشخص اللي انت عايز تبعت له في مصر هيعملولك التحويل بتاع الفلوس ده كله كده هدية للفل الله لا هياخدوا عليها فيز هياخدوا عليها فلوس يبقى البنك بتاعك علشان يبعت لك الفلوس دي هياخد نسبة والبنك الكبير اللي في أمريكا ده علشان ياخد الفلوس ويحولها للبنك التاني اللي هو متفق معاه هياخد نسبة والبنك ده هياخد نسبة والبنك ده هياخد نسبة لغاية لما الفلوس توصل لصاحبها طيب فيه ناس هتقول لي آي مستكارين بس النسبة دي مش كبيرة يعني دي بتكون مثلا مية دولار بتكون مثلا ألف جنيه بتكون واحد في الألف بتبقى حاجة يعني نسبة صغيرة مهملة مش مشكلة كبيرة طبعا بس لو انت بتحاول فلوس كتير هتبقى نسبة هتبقى مبلغ كبير قوي يعني واحد في الألف يعني واحد دولار لكل ألف دولار صح؟ طيب يعني ألف دولار لكل مليون دولار طب ده كتير يعني عشر تلاف دولار لعشرة مليون دولار شوف بقى لو في شركات كبيرة بتحول فلوس هيبقى قد ايه بيدفعوه في الفيز دي مش بس كده ده فيه فيه تانية مستخبية ناس كتير قوي ما تعرفهاش اسمها currency exchange fee او foreign exchange fee وهو الفيه اللي البنوك دي بتاخده بينها وبين بعض كده من غير ما انت تاخد بالك علشان يحولك من عملة لعملة لان البنك بتاعك في امريكا هيبعت دولارات والبنك ده هياخدهم دولارات هيبعتهم للبنك ده بالجنيه المصري والبنك ده هيبعت لك هنا جنيه مصري التحويل ده من الدولار للجنيه ده بيتاخد فيه شوية feez ما بتبقاش واخد بالك منها طيب يبقى من الاخر لو انت عايز تبعت فلوس من امريكا لمصر او من اي دولة للتانية فيه اللفة الطويلة دي حلو قوي وفيه feez بتتفح علشان تعمل التحويل طيب الموضوع ده بياخد وقت تدقين 10 ثواني مثلا 10 دقايق لا ده بياخد ايام ممكن ياخد يومين 3 اربعة اسبوع ساعات على حسب البنوك دي وعلى حسب الدول ايام علشان الفلوس بتاعتك تتحول يبقى لو انت عايز تبعت فلوس لحد دلوقتي حالا مايش هينفع لازم تستنى كذا يوم طيب ثانية واحدة مستر كريم بس فيه حاجة اسمها western union ماشي western union ده هيبعت لك الفلوس في يوميها في ساعتها بس هياخد منك fees add كده ليه علشان هو بيضمن الموضوع ده هو من جيبه يعني هو بيضمن لك الحكاية دي تاخد لها كام يوم كده بينه وبين البنوك هو وهو بيديك الفلوس كأنه يعني بيسلفك الفلوس عبال ما هو يجيبها عبال ما هو ياخدها فبيدفعك fees كتير قوي فدي برضو حاجة مش كويسة طيب أمل إيه اللي كويسة؟ يعني so far كده أنا بقول كله كلام سلبي جدا عن الموضوع ده فيش أي حاجة كويسة؟ لا في حاجة كويسة إيه هي؟ إن الفلوس بتاعة حضرتك دي ما لها؟ guaranteed يعني مضمونة مين اللي ضامنها؟ البنك أو البنكس دول أوكي؟ Bank of America هنا في أمريكا ضامن لك الفلوس بتاعتك بنك مثلا مصر والبنك الأهلي في مصر ضامن لك إن الفلوس التحويل ده جاء فعلا باسمك وكده ضامن لك إنه هو حيديك الفلوس دي محدش يقدر يضحك عليك محدش يقدر ينصب في النص محدش يقدر أنه يخطف الفلوس دي من النص لا الفلوس دي مضمونة إنها هتوصل للبنك بتاع الشخص اللي انت بعتوله أوكي؟ طيب البيتكوين بقى بيعمل إيه؟ البيتكوين بيعمل إيه دي؟ بيتكوين بيقول لك إن أنا عندي فلوس أوكي؟ مين؟ عندي هنا بيتكوين دي عملة اشتفقنا؟ يعني زيها زي الدولار زيها زي المصري سترليني عملة اسمها بيتكوين وعايز أبعث الفلوس دي ليك وهتوصل لك برضو كبيتكوين إزاي بقى أبعثها مني ليك كده هم؟ بخط مباشر اسمها peer-to-peer أوكي؟ مني ليك مباشرة من غير ما نبعث لبنك من غير ما بنك يبعث لبنك تاني من غير ما بنك يبعث لبنك تالت ولا بنك رابع الفلوس بتتنقل من عندي أنا لعندك أنت على طول مباشرة طيب بتاخد أيام زي البنك العادي؟ لا بتاخد ثواني فبعض الأحيان ممكن تاخد دقائق إنما على المدى الطويل هتكون ثواني على طول بعد كده طيب بكام التحويل ده؟ almost free تقريبا ببلاش أوكي؟ طيب ليه بنقول تقريبا؟ أنا قلتلكم بقى ممكن نتكلم بالتفصيل في فيديو تاني إنما لإن فيه تطور بيحصل في الموضوع ده فساعات بيبقى free ساعات بيبقى بمبلغ قليل إنما المدى الطويل هيكون تقريبا free طيب كده دي حاجة positive إنه بيوصل في ثواني وإنه تقريبا مجاني برضو حاجة positive طيب هل هو guaranteed؟ هل الفلوس دي مضمونة إنها هتوصل؟ آه دي بقى الحتة اللي فيها الكلام إزاي؟ أصل فوق كان البنك هو اللي بيضمن لك إن الفلوس هتوصل لك صح؟ إنما هنا مفيش بنك مفيش حد في النص ده أنا اللي ببعث لك الفلوس على طول مش يمكن ممكن حد يهك السيستم يعمل hacking ويخطف الفلوس دي مش يمكن ممكن الموضوع ده ما يشتغلش يحصل فيه مشكلة فبالتالي الفلوس تضيع تمشي من عندي وما تجيش ليك أنت أصلا قال لك لأ دي برضو guaranteed الله طب مين اللي بي guarantee guaranteed by the network خلاص ولو هنتكلم بتفصيل شوية هنقول عليها guaranteed by the blockchain أو guaranteed by the blockchain network وده هنتكلم عليه في فيديو بالتفصيل زي ما قلنا قبل كتب طيب ببساطة نهر ده هنم نتكلم ببساطة يعني إيه إن الفلوس اللي أنا بعت هلك دي تبقى مضمونة من الnetwork إيه هي الnetwork network هي الشبكة اللي تضم جواها كل الناس اللي بتتعامل بالبيتكوين أوكي طب الناس دول كم حد يعني ملايين يبقى في ملايين من الناس حول العالم بيتعاملوا بالبيتكوين عندهم حاجة اسمها bitcoin wallet أو bitcoin address الناس دي كلها أوكي حيبقى عندها نسخة من المعاملة اللي تمت ما بيني وما بينك يعني كل واحد من الناس دول حيبقى عنده متسجل عنده على الجهاز بتاعه أنا هنا يعني بحاول أبسط الموضوع شوية فيمكن ما فيه بعض إيه الأخطاء إنما على التبسيط إنما بالتقريب اللي أنا بقوله صح إن كل حد في الجهاز بتاعه حيبقى متخزن عنده معلومة إن يوم كذا الساعة كذا الشخص ده بعت للشخص ده مبلغ قد كتا وما ينفعش حد يلعب في المعلومات دي وما ينفعش حد يغيرها ولا يزورها ولا يعمل فيها أي حاجة فبالتالي حقك محفوظ ومضمون بالشبكة نفسها كل الناس اللي في الشبكة دي كلهم عندهم نسخة من المعاملة دي ما يقدرش حد يقول أنا الفلوس دي ما تبعتت ليش ما ينفعش حضرتك تيجي وتقول لا أنت ما بعت ليش حاجة ما جاليش حاجة فين لا ده عندك عشرة مليون بني آدم حوالين العالم عندهم مكتوب إن أنا فعلا بعتت لك الفلوس دي وإنها طلعت من عندي ووصلت عندك أوكي ودي الميزة الكبيرة في موضوع البيتكوين أو موضوع اللي هنتكلم عليه في الفيديو اللي بالتفصيل أوكي حضرات طيب أنا شغلتي إن أنا أدرس بالي كتير قوي بعمل الموضوع ده فبحب دايما نراجع فمعليش اسمحولي أقول اللي أنا قلته ده مرة تانية ببساطة سريعا يمكن أقولها بطريقة مختلفة شوية تفرق مع الناس اللي بتسمع وما تنسوش في فيديو تاني اسمه ما هو البيتكوين بالتفصيل أوكي يلا بينا what is bitcoin قلنا إن محدش يقدر يقول لك what is bitcoin 100% في ناس بتقول عليه إن البيتكوين ده زي الدهب الدهب ده بنجيبه ليه بنجيبه علشان نخزنه علشان سعره بيزيد مع الوقت عادة فنبيعه بعد كده ونكسب فلوس وفي ناس بتقول البيتكوين ده فلوس money وفي ناس بتقول البيتكوين ده network زي الانترنت وناس بتقول مش عارف إيه إحنا حنقول إن البيتكوين شبه التليفون كده اتعامل أصلا التليفون ليه علشان الناس تتصل ببعض ده الهدف الأساسي من التليفون مع الوقت ومع تطور التكنولوجي أصبح التليفون بنتصل به بنستعمله ككاميرا بنطلب به تاكسي جيلنا بنعمل به شوپنج بنقرأ عليه كتب بنسمع عليه مزيكة بنعمل حاجة كتير قوي بالتليفون ده أوكي ما أقدرش النهاردة أقول لك إن التليفون ده الهدف منه إنك أنا تقريبا ما بتصلش بحد ما بستعملش الأب بتاع الفون نفسه أوكي بستعمل حاجة كتيرة جدا بس ما بتصلش بحد طيب البيتكوين النهاردة الهدف الأساسي منه هو المني إنه هو فلوس عملة تمام ماشي يلا بينا قلنا علشان نفهم البيتكوين ده مسته إيه أو فكرته إيه ببساطة هناخد سيناريو لحد عايز يحول فلوس من بنك البنك أنا قلت لحضراتكو الإجزامبل بتاعي ده على واحد عنده فلوس في بنك في أمريكا وعايز يبعثها الواحد تاني عنده فلوس في بنك في مصر عايز يبعث لك الفلوس من أمريكا لمصر كل اللي أنا قلته هنا واللي حرج عليه دلوقتي ينطبق كمان لو حضرتك نفسك عندك فلوس في مصر وعايز تبعثها لحساب تاني في مصر برضو أوكي يعني مش شرط تكون في دولتين في أي حتة عايز تبعث فلوس من بنك البنك لازم تعدي بخطوات معينة طب الخطوات دي ببساطة ودي مش دقيقة جدا هي بتمشي من البنك الأساسي بتاعك انت وبتروح لبنك رئيسي معين في أمريكا شغلته إنه هو يتعامل مع التحويلات الخارجية لخارج أمريكا بيبعث الفلوس دي لبنك تاني كبير رئيسي في مصر الشغلانة بتاعته إنه هو يستقبل الفلوس اللي جايه من برا البلد وبعدين البنك ده يبعث الفلوس للبنك التاني اللي في مصر اللي حضرتك عايز تبحث له يبقى فيه واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة محطات علشان الفلوس دي توصل المحطات دي عادة بتاخد أيام علشان خاطر الفلوس تعدي بيها لغاية لما توصل في النهاية ودي حاجة مش حلوة لإن فيه فيز كتيرة بتتدفع فيه مصاريف كتيرة بتتدفع لكل البنوك دي علشان يحولولك الفلوس بتاعتك فبالتالي حضرتك باعت من أمريكا ألف دولار هيوصلوا مصر مثلاً 900 دولار أو 800 دولار طب خسوا كده ليه علشان فيه الناس اللي في النص دي لازم تاخد هي كمان نسبتها طيب بس الميزة كبيرة في الموضوع ده إن فلوسك مضمونة من البنوك اللي حضرتك بتتعامل معها ما ينفعش حد ينصب أو يضحك عليك لو حد نصب على البنك وخد الفلوس منه البنك ملزم يديك الفلوس برضو هو اللي اضحك عليه فأنت البنك بتوكله إن هو يعمل لك الشغلانة دي كلها طيب تعالي بقى نتكلم على البيتكوين فكرة البيتكوين أساسي كانت إن لو فيه حد هنا عايز يبعد فلوس لحد هنا أيا كانت جنسيتهم أيا كانت البلد اللي هم عايشين فيها أيا كانت المسافة ما بين الاتنين دول يعني لو اتنين ساكنين في نفس الشارع هي هي بالزبط عن لو واحد ساكن في أمريكا والتاني ساكن في أستراليا مثلا الفلوس بتتبعت مباشرة من الشخص الأول للشخص التاني بدون أي وسطة أو وسيط في النص بياخد ثواني يمكن دقايق بالكتير تقريبا مجاني تماما مش هتدفع حاجة خالص عشان تعمل التحويل ده ولكن مفيش بنك مفيش حكومة مفيش رقابة مفيش حد هيحمي لك فلوسك بس في شبكة نتورك حاجة اسمها بلوكتشين اكتبها هنا وموجودة في الفيديو اللي بالتفصيل هنشرح يعني بلوكتشين بالتفصيل البلوكتشين ده بيضمن لك إن الفلوس بتاعتك مسجلة عند ناس كتيرة جدا إن هي طلعت من فلان وراحت لفلان والمبلغ كان قد كده وكان يوم كذا والساعة كذا بالضبط ساعتها محدش يقدر يقول الفلوس ما تبعتتش أو الفلوس ما جاتش أو الفلوس جات نقصة لأ كل حاجة مسجلة وما ينفعش حد يغير أو يلعب في الحاجات المسجلة دي ببساطة يا حضرات البيتكوين أجان عندنا فيديو مفصل تقدروا تشوفوه لأفكار تانية والتفاصيل تانية خاصة عن حاجة اسمها البلوكتشين وهو أساس البيتكوين وشوية تفاصيل تانية ممكن تهم حضرتكم كمان فيه أنواع تانية من الكريبتو كورنسي البيتكوين ده يعتبر حاجة اسمها كريبتو كورنسي أنا اشرحها في الفيديو التاني اسمه إثيريوم وإثيريوم ده قصة تانية مهمة برضو حضراتكم ممكن تشوفوا الفيديو بتاعي عن الإثيريوم تنبيه صغير بس أن فيه ناس بتقول البيتكوين ده عبارة عن فلوس ده عبارة عن أسهم ده عبارة عن ذهب ده المفروض نشتريه ده بيغلى سعره ده ممنوع تشتريه ده غلط أنك تبيعه ده ممنوع أن يبقى عندك بيتكوين الحكومة تقبض عليك لو عندك بيتكوين كل ده ملوش علاقة باللي أنا بقوله في الفيديو هنا أنا مش بكلم عليك قيمة ولا هو حاجة حلوة ولا وحشة ولا بيزيد سعره ولا ممنوع ولا مسموح وهو فعلا ممنوع في دول كتير ومسموح في دول كتير ودول كتير منعته سمحته سمحته ومنعته بعد كده الفكرة كلها إيه هو أصلا البيتكوين نبقى فاهمين مع بعض الحاجة دي لأنها حاجة حيترتب عليها المستقبل بتاعنا كلنا تقريبا لأن العالم كله ماشي في الاتجاه ده سواء عجبنا أو ما عجبناش سواء النهاردة هو ممنوع ولا مسموح به العالم كله ماشي في الاتجاه ده فلازم نبقى فاهمين ومفتحين هنا شكرا حضرات ولولي لو عجبكم الكلام ده ولولي أي تعليق أي أسئلة في الكومنز and remember to share الفيديو ده مع أي حد ممكن يستفيد منه شكرا سلام عليكم